موت يتدفق عبر صفقات وليس مجرد تهريب لشحنات ذلك وعقع الحال في وطن تخنقه الميليشيا وتقتل شعبه بأسلحة تتدفق عليها كل يوم أسلحة تتدفق بكميات تجعل من الصعب الحديث عن مجرد تهريب يقوم به أفراد أو عصابات صغيرة فالميليشيا الإرهابية تتلقى الأسلحة الإيرانية بالسهولة التي يبدو معها الأمر وكأن نظام الإرهاب ينقل قطع السلاح من مخازن تشكيل للحرس الثوري إلى مخازن تشكيل آخر وما يجري الإعلان عن قطع طريقه وإفشال إيصاله ليد ميليشيا الإرهاب هو وفق عسكريين مجرد جزء قليل من سلاح موت تدفع به موانئ إيران نحو شواطئ اليمن فضلا عن السلاح المتدفق عبر المنافذ البرية وذلك فصل آخر من فصول الموت الذي تتكاثر أسئلته بمقدار تكاثر الأسلحة المتدفقة فيه أحدث شحنات الأسلحة المرسلة إلى الميليشيا تمثلت في مئة محرك لطائرات مسيرة وأجهزة اتصالات جرى ضبطها في المنفذ بين اليمن وسلطنة عمان وبمقدار ما حمل الخبر من معاني أداء الواجب وحس الانتماء الوطني والإنساني لدى العاملين في المنفذ الذين أدركوا أن نفاذ مثل هكذا أسلحة تعني بالضرورة فقدان المئات لحياتهم وفقدان الآلاف لسكينتهم واستمرار فقدان الوطن لحضر يتوق أن لا يكون المستقبل ملغوما برعب الأسلحة مثله فإن الخبر ذاته جاء محملا بالتساؤلات عن موقع الحكومة وواقعها وعن المعالجات الجذرية التي ستواجه بها مثل هكذا وضع غير طبيعي حيث الحلول الترقيعية وتعدد السلطات على الأرض يمنح سلاح الإرهاب ممرات للعبور بين الشقوق فيما الحكومة التي تبسط سلطاتها على كل شبر يمكن لها أن تضبط كل قطعة سلاح وتغلق كل منفذ وممر بوجه الإرهاب ويبقى الحل الجذري وفق عسكريين كامنا بإنهاء السيطرة الميليشوية ومعه ستنتهي تلقائيا كل مبررات التهريب والتخادم المفضوح